زمان قبل الدراسة ما تبدأ كنا منشتري تيكت ونكتب عليه قسمينة ونلزقه على الكتب بولكاراريس بس التيكت اتغير قوي عن ايامي زمان وبقى شكله مختلف واسم الطالب بيبقى مطبوع فيه جاهز وبقى حاجة مختلفة تماما بما ان الترمي التاني هنا في مصر قرب خلاص فاحنا هنعمل مع بعض النهاردة للمدارس ممكن تعملوها بنفسكم لولادكم بدل ما تشتروا وممكن تعملوها كهدية لقرائبكم او تبعوها وتكسبوا منها فلوس وعشان يبقى سهل على الكل يطبق على التصميم اللي هنعملوه النهاردة فاحنا هنستخدم الموبايل وابليكيشن كانفا المجاني ومش هنقرب خالص من الخطة المدفوعة التصميم دوت بالفعل انا كنت طبعته سابقا وعمل التكتس دوت او الليبولز ديت من الحاجات الممتعة جدا ان انتو تعملو التصميم وتطبعوه وتشوفوه كده وهو بين ايديكم كل اللي هعملو ان انا هفتح كانفا والتصميم بتاع النهاردة هعملوه في وراء ايه فور لان دي الورقة او المقاس المتعرف عليه اللي احنا بنستخدمه هنا في مصر لو انتو في بلد بتستخدم وراء مقاس مختلف اختاروا المقاس اللي ناسبكم انا كنت عاملة هنا تصميم قبل كده مقاس ايه فور ممكن ياما اعمل من السرج فوق هنا كده على ايه فور او اجي هنا على تصميم سابق ليه وضغط على التلات نقط دول وبعد كده اقول له make a copy هلاقي تعملي هنا من الملف او المشروع اللي انا كنت عاملوه سابقا هضغط عليه بالشكل ده ومن تحت هنا هختار الاربع مربعات دول وهمسح بقى كل الصفحات اللي انا مش عايزيها كل الصفحات تقريبا همسحها وهضيف صفحة جديدة من هنا وهضغط عليها كده دي الورق بتاعتنا اللي احنا هنطبع عليها او الستيكر بعد ما بنخلص التصميم بتاعنا بنروح للمطبعة ونطلب من الشغال في المطبع ان هو يطبع لنا الورقة ديت او الملف دوت على ورق يكون نوعه اللي هو الستيكر او الورق اللي هو بيتفاك ويتلزق تاني نقدر نقسم بقى الليبل بتاعنا نختار له المقاس اللي احنا عايزينه في الورق بتاعتنا اللي هعملونا انا هضغط على اتزقت بالشكل ده هاجي عند واختار الشكل بتاع المستطيل او المربع واحطه هنا بالمنزر ده فانا عايزة الليبل بتاعي يكون اه مش مستطيل بالزبط انا عايزي يكون شوية او دائرة شوية من فهخلي بتاعه هنا كده تسعة وعشرين وهقول له جو هكبره بقى بالشكل ده وهحاول ان انا استفيد من جميع المساحات اللي موجودة عندي وهحطه هنا بالشكل ده وهكرره مرة تانية بعد كده هضغط هلاقيه بيتكرر لي بشكل تلقائي الصفحة الواحدة هتاخد لي حوالي سبع هاجي هنا كده اروح للاخر وادوس مور واقول له واعلم عليهم كلهم بالشكل ده وهكبرهم شوية وبعد كده هقول له وبعد كده وااخد النص التاني احطه هنا اول جزء التاني يعني من بتاعتي احطه هنا وبراعي ان يبقى في مقسات عشان لو انا الليبل بتاعتي دي هقصها بالمقص لو المطبع اللي انا فيها مفيهاش الجهاز اللي هو بيقص بشكل جاهز بعد اي خالص انا هقصها بالمقص وتتقص بكل سهولة اول فكرة عندنا هي ان انا اختار بتاعي دوت كده واختار له لون من هنا وهاختار له دوت كده من تحت اللون بتاعه وبعد كده هضغط زائد عشان احط بتاعي هاجي من هنا كده من تاكست واقول له اد تاكست بوكس وهكتب هنا مفروض اسم الطالب سواء انا عايز اكتبه بالعربي او اكتبه بالانجلش دي حاجة ترجع لي انا تماما حسب بقى الاستخدام وحسب المدرسة وحسب التفاصيل دي كلها فانا مسلا هكتب اسمي هنا كده كأن ده يعني اسم الطالب وهغير الخط بتاع النص بتاعي من فونت وهاختار الخط ده الخط بتاعي هضغط على السهم اللي جنبه كده وهي خليه يبقى بولد كما حاجة طبعا الاسم يكون هو اكتر حاجة واضحة ممكن السطر اللي بعد بقى بنكتب فيه مسلا اسم او الفصل اللي الطالب دوت فيه فاحنا عينو هنحط حسب بقى الفصل اللي الطالب دوت موجود فيه وبعد كده هضغط زائد ومن هنا عايزة احط شكل يكون كده وحلو هكتب هنا كده في البحث كلمة وهقول له هنا كده من عند وهاختار بقى مسلا الشكل بتاع الكتب والتفاحة ده وهصغره وهحطه هنا بالشكل ده وهصغر الاسم كده وهحطه هنا هغير لون الخط نفسه للون تاني مختلف وكل درجات الالوان هتلاقوها موجودة في الخاص بالتصميم دوت على المدونة هتلاقو الرابط تحت في صندوق الوصف هنعمل بقى اللي بعده بحاجة كده شكل يكون اولادي اكتر فهنيجي من هنا كده وهنختار لون يكون اولادي بعد كده هنضغط على الزائد ديت ومن هنكتب هنا كده كلمة او رجل فضاء وهختار رجل الفضاء دوت اللي هو قاعد كده على صاروخ هصغره شوية وهحطه هنا وهختار من تحت وهقول له أنا عايزة رجل الفضاء بتاعي يجي الناحية دي وبعد كده دوت هكرره ويحطه هنا خلونا بقى نتخيل ان هنا مسلا في اي اسم ولد فانا هكتب بداله وطبعا انتو تكتبوا بقى الاسم الطالب اللي انتو عايزينه وهكرر دي مرة كمان كده وحطها تحتها وهكتب برضو مثلا او اي يعني او اي تفصيلة تانية انا حاب اضيفها وهصغرها شوية كده اللي بعده هنعمله بستايل مختلف وهو اننا هنيجي هنا كده من وهنختار اللون ده بعد كده هنضغط على الزائد واحنا في هنكتب من فوق هنا كده كلمة وهقول له وهختار شكل ده وهلفه كده وهصغره وهنا من عمله برضو كده تسعة وعشرين وهصغره كده حاول انا اصبطه على المستطيل بتاعي بالزبط وهحطه هنا كده على الليبل وهدي اللي اللي تحته هو كمان لون او الرمادي الغمق دوت والجليتر بتاعي هقراره مرة تانية بحيث اعمل كزا فيهم الشكل بتاع الجليتر دوت ومن الزائد هنا كده هكتب بقى في ومن جرافيكس هقول له سيقول وهختار شكل يكون عاجبني من اشكال الفراشات اللي موجودين دول وطبعا زي ما انتم عارفين ان احنا لازم نكتب او كلمة معينة عشان نوصل او الاشكال اللي موجودة على فانا كان ساعات بتواجهني مشكلة ان انا بكون عايزة حاجة معينة بس مش عارفة الحاجة دي اسمها ايه او ايه الكلمة بالزبط اللي انا ابحث عنها في وكمان في بعض الكلمات ما بتكونش مألوفة قوي بس الكلمات دي بتعبر او بتطلع لنا اشكال على حلوة جدا عشان كده انا جمعت لكم عدد كبير جدا من الكلمات المفتاحية لكانفا الكلمات دي تقدروا ان انتم تكتبوها في السيرش وتطلع لكم عناصر مختلفة وعناصر كتيرة جدا تقدروا انتم تستخدموها في التصميم بتاعتكم العناصر دي متاحة على كانفا بشكل مجاني حتى لو انتم في النسخة المجانية ومش مشتركين في النسخة البرو تقدروا برضو تستفيدوا من الكلمات المفتاحية اللي انا مجمعيها انا جمعتها في كتاب الكتروني او اي بوك هتلاقوا الرابط بتاعه موجود تحت في صندوق الوصر شكل الفراشات دوت وهصغره كده وهحطه هنا وبردو هحط هنا اسم الطالب او الطالبة بقى بما ان الستيكر ده كده بناتي وهنا كده اسم الفصل بتاع الطالب بتاعي طب انا قدر هحط بقى اي بيانات انا عايزيها ممكن اكتفي فقط باسم الطالب يعني خلونا هنا كده نمسح دي ونخلي الليبل ده عليه فقط اسم الطالبة او اللي عندنا خلونا نغير الخط ونختار خط تاني يكون مختلف واهم حاجة واحنا بنختار نوع الخط ان الخط بتاعنا يكون خط مقروق او يعني سهل ان الناس تقرابة ما ان دوت هيكون او وقتكت هيتطبع ويتحط على الكتاب مدرسي او على كراسة مدرسية او اي ان كان اي لازم يكون خط سهل ان اي حد يمسكه يقرأ على طول الليبل اللي بعده هختار له برضو نفس الكتابة بس هدي الكتابة بتاعتي ده يتلون ابيض عشان لبان وسط الشكل اللي عندي دوت وهختار الشكل بتاع اللي انا مختارها دوت ومن هنا هقلل الشفافية بتاعتها شوية بحيث ما اضغطيش عندي على اسم الطالب بتاعي وبردو من هختار كده عنصر وهكتب في كلمة وهختار من فوق هنا كده وهختار بقى شكل اه يكون بيعبر كده عن الملكة مسلا تاج او حاجة كده تكون ولكن هختار شكل التاج ده واصغره كده وهاجي احطه هنا هضغط زائد من هنا ومن السرش فوق من هكتب له وهقول له سي اول صار عندي اللي هو لونه لبني وهاجي هنا كده واصغره واخليه برضو على قد المستطيل بتاعي او على قد اللي بل بتاعي قطع عليه ضغطتين واربعة ضوء احركه كده زي ما انا عايزة بحيث الجزء من الالوان يبقى اللي انا عايزاه هو اللي يبقى ظاهر عندي ده كده اكتر جزء انا عايزاه هقول له دان وبردو من هنا هخلي تسعة وعشرين واقول له جو هرفع هبقى الفوق شوية وهاجي اختار ان اللي بل بتاعي نفسه يكون لون فاتح هادي له درجة من درجات الاصفر واحط الشكل بتاع الالوان المائية بتاعي عليه وهضغط هنا كده زائد وهكتب بقى هنا كده في البحث او بتاع كلمة كار وده هيبقى ولادي كل بقى واحد ويكون عارف مسلا اولاد وايه الاهتمامات بتاعتهم فتبقى حاجة حلوة جدا لو عاملين لهم بحاجة هم بيحبوها نختار العربية دي شكلها حالو ونحطها هنا وهنا بقى هكتب اسم الطالب بتاعي بالعربي من كده هقول له هكتب هنا كده اسم الطالب وهغير من هنا كده وهغير لون الخط وهكرر كلمة اسم الطالب دي وهو احطها هنا كده وهصغرها وهكتب هنا مثلا الفصل او الصف وتعملوا بقى حاجات لاسم المادة نفسها بالشكل ده هاضغط على الاربع مربعات اللي جواه الدائرة اللي تحت دول وبعدين هاضغط زائد وافتح الصفحة التانية اللي عندي وهنعمل بقى دلوقتي يكون شكلها مختلف شوية هاضغط على الزائد ومن هكتب هنا كده او يعني الم رصاص وهختار من فوق وهختار شكل الالم الرصاص اللي عندي ده هالفه كده وهسيبه هنا هاضغط زائد مرة تانية وهكتب هنا كده في البحس المترولر او المصطرة وهاضغط برضو بحس وهقول له من عند وهنزل لتحت شوية لحد ما لاقي المصطرة اللي على شكل الزرافة دي وهصغرها وهالفها بالشكل ده تسعين درجة هاضغط زائد مرة كمان وهكتب هنا كده هاضغط بحس وبردو هاختبار وهلاقي هنا الشكل بتاع ده تعجبني هاخده وهحطه هنا كده وهالفه وهصغره هاضغط برضو مرة كمان وهكتب في البحس هنا سكول باس هقول له سيقول من عند جرافيكس اختار ده او باس المدرسة اللي هنا ده كده هستعمى مناسب هكتب في البحس هنا كده كلمة وهاقول له وانا وقفة في جرافيكس هاختار الفرشة دي هالفها برضو بالعرض ويحطها هنا هاملة بقى الصفحة بتاعتي عناصر مختلفة بنفس الطريقة بعد كده هاضغط على زائد من هنا وهعمل على البحس اللي انا عاملاه وهاختار لشكل بتاع المربع هغير لون المربع بتاعي دوت للون الابيض واضغط من هنا كده وبعد كده من هزود له شوية خليه خمستاشر هصغره كده ويحركه ويحطه مثلا هنا هلاقي انه متاح اصلا ان انا اكتب جواه فاللي هكتبه هنا كده هي كلمة وانا وقفة كده على ديت همشي بقى ويهغير الفونت بتاعي واخترت له الخط ده هلف شوية الليبل بتاعي كده عشان عايزة يبقى متزبط على الالم وهاخد المستطيل بتاعي اللي كتبت فيه اسم الطالب دوت هكرره هنا كده وهلف شوية وهكرره على كل شكل من الاشكال اللي انا عاملاها ولو تلاحظوا ان الاشكال اللي انا دي فيه منها حاجات اقدر ان اغير في الالوان بتاعتها وفيه منها حاجات ما اقدرش اغير في الالوان بتاعتها زي مثلا الشكل بتاع الزرافة اللي فوق دوت لكن البقين دولة اقدر ان انا اغير في الوانهم زي ما احب هكمل بقى الورقة بتاعتي كلها بالاشكال ديت بنفس الستايل دوت وهتبقى عندي بالشكل ده ده كده شكلها لما حطيت عناصر كتيرة لها علاقة بالدراسة والمدارس او حتى تقدروا ان انتو تحطوا الاهتمامات بتاعة الاولاد او الاطفال اللي عندكم اللي انتو اصلا هتتبعو عشان هم ديت وهيبقى شكلها حلو جدا هتعملوا الاولاد يكون شكلها مختلف ومميز ومفيش حد تقريبا معهم في المدرسة او في الفصل يكون معا شبهها لان هي هتكون عليها كده او اللمسة الخاصة بكم انتو. ومن لا اولادكم كبار شوية فممكن تخلوهم يشاركوكم في عملية التصميم نفسها. يختاروا هم ايه الاشكال اللي هم عايزينها ايه اللي هم حابين يضيفوها حابين يضيفوا عربيات حابين يضيفوا فراشات حابين يضيفوا حاجات لها علاقة بالفضاء يضيفوا الحاجات اللي هم عايزينها بنفسهم. ده كده شكل الورقتين بتوعي بعد ما خلصتهم تماما تقدروا بقى تعملوا طبعا الورقة كلها تبقى موحدة لستايل بناتي او ستايل ولادي او حتى الورقة الوحدة لو عندكم اكتر من طفل يكون فيها ليبلز للطفلين مع بعض. تقدروا برضو تصغروا مقاس عن كده شوية بس ده المقاس اللي انا بحبه وبحس ان هو بيكون واضح خصوصا لما يتحط على حاجة زي كتاب او حاجة زي كراسة كبيرة شوية بحس ان دوت كده بيكون اوضح حاجة. ونيجي الاهم خطف وهي لما بنخلص خالص بنحمل الملف بتاعنا ازاي? وهو عن طريق ان احنا نيجي هنا عند السهم اللي طالع لفوق دوت. وهقول له download بالشكل ده. وهاختار الصفحتين بتوعيم يكون متعلم عليهم تمام? هقول له done. والصيغة ودي اهم النقطة وهي الصيغة pdf for printing او pdf print. ودي افضل صيغة تحملوا بها ملف. عايزين تطبعوه وكل بتعملوه ان انتو بقى بتحطوا الملف دوت معاكم على فلاشة. او بتشوفوا طريقة التواصل مع المطبع اللي انتو رايحين تطبعو بيها ازاي زي كنتم مثلا بتبعتولهم الملف على واتساب او غيره. وتروحوا المطبع وتقول لهم احنا عايزين نطبع الملف دوت على ورق يكون ورق مخصص للستيكرز. تقدروا ان انتو تشوفوا الورق وتشيكوا عليب نفسكم قبل ما تطبعوا اي حاجة عشان تبقوا متطمينين اكتر. وتطبعوهم وبكده بقى عندكم حلوة جدا وشكلها مميز واحترافية. وكمان تقدروا ان انتو تعملوا ديت كخدمة تكسبوا منها فلوس ان انتو تعملوا لناس تانية وخصوصا ان احنا دلوقتي في موسم المدارس. فكتبوا لي في التعليقات انتو بتطبعونا من اي بلد والترم التاني او الفصل الدراسي التاني بدأ في بلدكم ولا لسه. ولو انتو طلبها بس كبار شوية وخلاص عديتو مرحلة الجلاد الملون والتيكت اللي بقى اسمه ليبل فممكن تشوفوا الفيديو ده هتلاقوا افكار تكسبوا منها فلوس انلاين وهي مناسبة لوقتكم اتضايق كطلاب. والى اللقاء في فيديو جديد دمتم بخير باي